وفي شأن آخر شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التكتيكي بجنود والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة تضمنت المرحلة عرضاً لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة أظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتلية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات ونقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة وضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخدة كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها مخطط ومنفذ المشروع وفي نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثالث وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيدا بالجهد الذي يبدلونه لحماية تراب الوطن حضر المرحلة عدد من قادة قوات المسلحة وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية ترجمة نانسي قنقر